القوات العراقية تبدو في مراحل استعداد لإطلاق معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة داعش الجميع ينتظر ساعة الصفر لهذه المعركة التي وعدت الحكومة بحسمها هذا العام القوات التي حشدت في شمال العراق استعداداً للمعركة ضربت طوقاً على محافظة نينوى من عدة محاور ضمن تكتيك يهدف على ما يبدو إلى وضع التنظيم الإرهابي بين فكي كماشا عدنا إن شاء الله عدة محاور قتال وأحنا سبقوا أن سنأتيه من كل مكان عدنا محاور قتال وقد يكون هذا أحد المحاور التي سنستخدمها في مقارعة العدو الاهتمام المركز بنجاح العملية ترجمته جولة قائد عمليات نينوى لتفقد الجنود للتحقق من المعنويات وشحذ الهمم فيما تؤكد المصادر العسكرية وجود تنسيق عالم بين غرفة عمليات قيادة القوات العراقية وقوات التحالف الدولي الذي يفترض أنه سيشارك في العملية من خلال الإسناد الجوي التنسيق يتم أيضاً مع قوات البشمرغ الكردية بالرغم من التعقيدات السياسية الكثيرة التي تلف الموضوع وستشارك البشمرغ في القتال إلى جانب القوات الحكومية في ظل تشاطر بغداد وإقليم كردستان للمخاوف إزاء إرهاب داعش الذي لا يفرق بين العرب ولا الأكراد تنسيقنا نحن ويالبيشمرغ عالي جداً دائماً نلتقي بضباط البيشمرغ وقلت لك يعني عندنا قطعات يعني يمكن الآن إذا تطلع على الساتر تلقى جند عراقي وتلقى بالقرب من مقاتل من قوات البيشمرغ وفيما يبدو إدراكاً لأهمية الإعلام في المعركة أكاد قائد عمليات تحرير نينوى أن مختصين في الإعلام الحربي سيعملون على تقديم صورة حقيقية على حد قوله عن تطورات الميدان إبعاداً للشائعات والأخبار الخاطئة معركة الموصل هذه تنطلق مسنودة بالنجاح في الرماد التي استعادتها القوات العراقية من داعش بعد معارك دامية محافظ الأنبار صهيب الراوي أعلن بدء عودة الإدارة المحلية إلى المحافظة وإغلاق مقارها المؤقتة في بغداد تمهيداً لإعادة إعمار الأنبار وإعادة النازحين إلى مناطقهم نجاح تتطلع بغداد ومعها العالم بأسره إلى تكراره في الموصل التي تشكل مع الرقة في سوريا رمزاً لظاهرة تنظيم داعش يمنى جلاس العربية